اشتركوا في القناة طلب اليوم ان شاء الله ان شاء الله هذا الفيديو قد تحت طلبه للأخت قال لي وريني أفكار لتساعدين في الخطوة هذا مكان والحلوية التي نضعها لكم اليوم سوف نعطيكم الأفكار على هذا مكان أول حاجة نعطيكم نصائح دائما تكون عندك خطوة ويجب أن نقفها بكري نقفها في ديارك نقفها فيها بروب كما نقول عليه في الشرع تم ضيف عميق ونهار الأخر ويجب أن يكون موجودة لغطوقة ويجب أن تتجيهم ونهار الثالث يكون النهارة على الفضل يكون عندك الوقت التي تعود فيها روحك ويكون عندك الوقت كما نقول نتجي ويجب أن تكون موجودة كما تلاحظ كما تلاحظ الذي تتجيب أن تتجيب أن تتجيب أو قادرة يجب أن تجيب أنواع وأنواع كما نحن هذا قادرة بدون طحي بدون طحي زوجته على خمس أنواع هذا النور سهلا كما تلاحظ بيجب أن تضيف وقادرة أصل ثم أنت باقيت تجيب أن تضيف الزوج ويجب أن تضيف ثاني سأذهب لصابري هنا سأضع هذا الصابري وضعت هذا الصابري وضعت معها السيكار نضع وضع وضعت معها السيكار سأضع الخن والخمير وضعت معها وقوم بغاشيك وقوم بغاشيك وقوم بغاشيك ثاني بالنسبة للطرق التقديم لا أتحدث لكم هنا لطرق التقديم أول شيء يأتي لكم ويأتي لكم عادة تاريخ ويأتي لكم عادة تاريخ وبالنسبة للعادة الأخرى ويأتي لكم خطاب خطاب ويأتي لكم مجددا لكم أنه طفل نضع ليصبح للمشاهدة ويأتي لأسفحة نضع لما يرغب ليصبح ليصبح ويأتي لعادة معها ليصبح أو 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 أندي لا يسارك التي بما ثم نضع القهوة بالحليب القهوة والحليب وأنواع الحلويات تكون حلوية جافة وفي الأخير قدما نشاوره نضعهم لتال وتكون مع شيء معسل بقناوة ومقروض مهمة أشياء معسلة لكي تتمشي مع لتال شاهدوا الحق الصراحة هنا وقد قلت لي لتعرفة طريقة وقد قلت لي بقعتني لتبكري فقط قلت لي لتعرفة وقد قلت لي أن أتفل بالطريقة وقد قلت لي أن أصدفت كذلك وقد قلت لتعرفة فإذا أراد كيف يمكن أن أضع وكيف يمكنك أن أصدفت وأن أصدفتها هذه غطة إن شاء الله أحبب بإمكانكم صحح خطبة إكرام إن شاء الله يجب الحزوج الصالح إن شاء الله يا ربي ويقوبة إن شاء الله لنشارككم طاولة عن فاسي إن شاء الله يا ربي نوريكم الطاولة والأشياء التي ستجعلها ونحن هنا هذه الحطة من إن شاء الله أعجبتكم وضعتوا أفكار وبالنسبة لبنائة إذا كانوا مظيف في الصباح نصحكم أنكم تفضلوا فطور لكي تحملوا مجهوركم وإذا كانوا مظيف نصحكم أنكم تفضلوا بصفة تكون بالطبع وشين وبالمنكسارات وعند جنحة تكون في قانات وفي الصفة بالفواكه مجففة سفارة وعراء وعراء نخليكم الرابط في صندوق الوصف هذه الصفة تفرحي بها الأهل وجهة تفرحي بها غاشية الأهل تعزوجتك وفي نفس الوقت تحمر بها وجهك لا تشطر الشرطة التكاليف الباهظة لكي تفرحي كما نقول لكم ستأتينا واحدة تخرج الألواء والأشكال والحلوية التي تحمرها بالطبع يا راكياتكم بالطبع نضع هذا الإكرام كيف تفضلوا أو لا؟ دعوه في الكومنتر وهذا الفيديو عن هذا اليوم أتمنى أن أشار الله تخفيفها وضعتوا اقتراحات وعجبتكم هذه الحلوية وعجبتكم بإذن الله في الفيديو نضعها قبل أن نكمل الفيديو اليوم سأخبركم بالنسبة للبنات التي لم تذهب فيها الإشعارات والبنات التي لم تذهب في صندوق الوصف اليوم سأخبركم كيف تدخلوا أول شيء ندخلوا في اليوتيوب كيف تلاحظوا هذا الفيديو ندخل فيه سأخبركم هنا كيف تلاحظوا اشتراك هنا لكي نشترك هنا الجرس يجب أن نفعله يجب أن نضعه يجب أن نضعه في كل لكي الفيديو تقوم بوصلكم بالنسبة للصندوق الوصف كيف تلاحظوا هذا الوصف صغير يجب أن نضعه هذا الوصف يجب أن نضعه يجب أن نضعه وصندوق الوصف هنا هناك رابط فيسبوك صفحة على فيسبوك وإنستغرام كيف تلاحظوا هناك رابط وصفة الزيتون يجب أن نضعه فيه نضعه فيه فيديو آخر هكذا تعرفوا إن شاء الله أتمنى أنكم فهمتم وعرفتم الطريقة ومرحبا بكم مرحبا بكم وعندما نكمل فيديو اليوم فقط إهداء أول من الشركة لديها أهداء أم أيمن من أم بواقي من وجهة تحية خاصة وعندما أم بواقي وهناك أختي أم سيمة من بلعباس تسكن هنا في بلعباس وقال لكم طلبوا لي رابط يرزقني بالسكن إن شاء الله رابط يرزقك بالسكن وعندما في الأيام الأولى إن شاء الله أختي أختي شارب خيرور من غاليزان لدينا غاليزان كامل لديهم تحية وعندما أختي أختي رحمونة من تموشنت تارغا أختي أن أترك وإن شاء الله بإذن الله لقد قلنا نجيدي واختي مريم من وران واختي ام جاواد من ميمون من الميمون التي قلنا في تلمسان وميهم وهي متزوجة في الوهران ونحيي الوهران واختي ام ذاكي من المشرية كانت تحية خاصة عن الناس مشرية و احد الاخت ذكرت اسمه بناتي اللي هي اهلة و بسمة اللي نوجههم تحية خاصة و قاعد اطفال اللي معي في القناة و كان اخت فاطمة الزهرة من مستغاليم اللي ينحيي الناس مستغاليم كامل و هنا ان شاء الله الفيديو عنها اليوم يكون اعجبكم وهذه هي فقط الاهتاءات وهذا الفيديو عنها اليوم كانت مجرد اختراح للخطوبة و تقضي هذه الثانية بما نسبة ان العيد الاضحى على الاقتراح تنقضيها في العيد الاضحى ان شاء الله دمتم في رعاية الله و حفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى فيديو اخر ان شاء الله